عندنا فقرة صور أمير أبو مسلم كل واحد يعني هيدي تعليق على الصورة ب 15 ثانية نلتزم بها عشان وقتين عشان ننهي معكم يعني مش يعني واحد واحد ولا واحد واحد ماشي يمس أرد أبو مسلم هنبتدي بأول صورة كابتن أسامنا بيها يا أبو مسلم لا مضرب كبير قدر يعمل شخصية في وقت ولايل جدا مسك منتخب مصر كان مع جهاز فني محترم أكيد متمنى للتوفيق طيب قيادته النهاردة مع عنات زمالك وماتش زمالك النهاردة أكيد طبعا بس التجربة الكبيرة للنهاردة اللي انت تقدر من الممتاز به تقدر تصعد الفرقة دي حاجة تانية طب صحيح طيب صورة تانية أمير كابتن أحمد الكاس يعني العيب كان كبير جدا طبعا وأتمنى للكابتن أحمد الكاس يعني شوفناه نهاردة قدامنا قد بقاد بشكل كويس أتمنى للواحد زي كابتن أحمد الكاس برضو ياخد فرصته في الدور الممتاز كفريق طبعا فيه مدربين كتير حتظهر وظهرت ومبارا زي النهاردة ممكن تظهر الكبتن مش محتاجة تكلم عليه لكن ممكن ياخد فرصة برضو يعني يشتغل برضو في الدور الممتاز طيب الصورة بعدها أمسلم مسلماني مدرب عنده شخصية وفقته زي أولي الإدريكسة باحترام جمهيري الناد لألي لو كسب أفريقيا أكيد نتمنى نتمنى إن شاء الله جمهوري الأهلي الجمهوري الأهلي هيبقى في حتة ثانية الثانية حي يخلي بالك آه طبعا هو رجل زيكي بيعرف يعني بيعمل تصريحات زكية جدا مصر فاروق مصر ماني جديد نتكلم في اختصار هو يعرف قيمة الناد لأهلي ويعرف شخصية الناد لأهلي وعارف اللي هو جاي الناد لأهلي كبير جدا فدي مسهل له كتير حبه الناد لأهلي فعشان كده الجماهير بتحبه تمام صورة بعدها بشيكو أمير يعني بيقدي بشكل كويس معناد زمالك وفرصة من ذهب لو كسب بطوط أفريقيا هيعمل تاريخنا نفسه كبير قوي في ناتز مالك وقدر اللي هو يكسب بطوط أفريقيا إن شاء الله تمام صورة بعدها جن شابه مسلم منال التوفيق ورجع بعد الإصابة حرس مرمو متمايز منال التوفيق إن شاء الله الفترة اللي جاء شاهد ان هو أبو جبل يعني مين اللي يبقى موجود في نهاية أفريق لا أنا شايف الاثنين مميزين جدا بس خلي بالك هو مديري فاني هو عارف الحالة أكتر مننا كلنا بس أبو جبل بقى لفترة ماشي بشكل كويس ودي بنفسها شريفة في الأول لآخر بتاخدي بنادي زمالك طيب صورة لعدها بج يعني في لعيبة صغيرة يعني ممكن تاخد فرصتها في أندية زي ما شفت النهاردة قصمة فصل في الزمالك هتلاقي نشئين في النادي الأهلي فمش لازم اللي يبقى لعيب أفريقيا روح أشتري بملايين وفي الأخر للأسف عندنا لعيبة صغيرة أحمد أسر ريان من روح أحمد أسر ريان دا صورة بعدها صلى وليد سليمان وليد من النجوم والأعمال الأسسال نادي الأهليين نتمنى له طبعا إن شاء الله بطول أفريقيا دور كبير جدا ومؤثر كامل كابتن من كابتن فريق اللي إن شاء الله يقدر للم الفرقة بشكل مميز ويقدر إن شاء الله يحرز بطوله تمام وسامة فصل يعني اللي انت تيجي النهاردة من بره الثمانتاشر هو كان بره الثمانتاشر ونجم يتعور وتنزل وتسجل هدف تعادل فأنا شايف اللعيب دا هيبقى مستقبل مصر ولعيب كويس وربنا فعلا بيدي هو كمان شخصية محترمة جدا الولد دا وربنا بيديه على أدنيته فربنا كرمه النهاردة بهدف مهم نازل مالك وقبل كده طبعا في مرة النال تمام شنوى بمثال نشعزين نقول يصدر عالية عشان نحضر يبقى مسعالش من هنا بعد البرنامج شنوى يجمه معزميه هكلي لا شنوى خبرات كبيرة وكاسل عالم فرم عم شكل كبير وعندنا الثقة فيه وفي وقت قصير يعمل مستويات هيلة جدا فأتمنى له طبعا ان شاء الله يكمل ع نفس المستوى ويبقى من أحسن لأحسن طبعا طبعا انت اللي هتقول عالصورة دي معلش يوم السلم ميه؟ يعني الصورة دي انت برضو وبعد كده أمير تفضل تفضل لتعزم الجان طبعا الله يرحمه كابتن عزمي من الناس المحترمة واخلي بالك هو محبوب من جميع الناس في الرياضيين بذات والله يعني مش عشان أمير يعد يعني رجل ده اللي هرحمه كان جدع جدا وشخصية له ابن البلد اللي احنا كلنا بنحبه يعني من دين الناس اللي انا كنت تبقى حباها جدا يعني أمير طبعا يعني أبوك ده كان كلنا بنحبه الله يرحمه الله يرحمه طيب أنا بشكركم واتشرفت بيك أمير النهاردة شبول يا كابتن لورت أممسلم حبيب يا روح احنا بس نتمنى ان شاء الله يوم سبعة وعشرين يبقى مباراة كويسة فنيا وان شاء الله بإذن الله نوري صورة كويسة بإذن الله عن الكرة المصرية وتبقى المباراة في روح كويسة وان شاء الله نقول مبروك للناس زمالك فاروق فكرتنا صحيح طبعا بنقول لجمهيرناد الأهل والزمالك احنا كلنا أخوات بنلعب باسم مصر محفل كبير جدا موجود في مصر نتمنى ان شاء الله تريق باسم مصر كوت الأهل والزمالك فنتمنى طبعا تشجع جمهيرك يعني تشجع جمهورك الأهل والزمالك شجع أفريتك بس يعني عايزين فضل مصر أولا في كل عام وان شاء الله مبارك للزمالك بإذن الله طفيل الآله شكرا كمين شكرا كمين سلام